موسيقى سيدات والسيدة نتابع الآن مع حضراتكم مؤتمر الصحفي للرئيس السيسي ورئيسة المفاوضية السيدة أرسولة فوندر لاين رئيسة مفاوضية الاتحاد الأوروبي اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم والوفد المرافق لكم اليوم ديوفاً أعزاء خلال زيارتكم الرسمية الأولى إلى مصر والتي تأتي في إطار حرصنا المستمر على التشاور والتبادل وتبادل الرؤى والتباحث حول سبل تعميق الشراكة وأوجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات فضلاً عن تعزيز التنسيق المستمر والبناء حول القضاء الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يتصق مع سعينا لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية سواء على المستوى الدولي أو في جوارنا الإقليمي المشترك السيدة رئيسة المفوضية إن زيارتكم للقاهرة اليوم تأتي وسط زخم مكثف تشهد العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة هو زخم نسعى من خلاله تواصلنا المباشر المستمر وعملنا المشترك على كافة المستويات إلى تعزيزه وتكثيبه بدف تحقيق نقلة نوعية في شراكاتنا لا سيما في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم حاليا ولقد كان لقاؤنا اليوم فرصة للتأكيد مجددا على أن مصر تعتز بالاتحاد الأوروبي شريكا أساسيا في مختلف المجالات خاصة وأن مصر تمضي بخطة ثابتة على طريق البناء والتنمية من خلال رؤية مستقبلية طموحة وذلك انطلاقا من إدراكنا وتقديرنا لثقل وأهمية الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية وسياسية أساسية على الساحة الدولية ترتبط مصر مع دوله الأعضاء بإعلاقات صداقة تاريخية وبروابط سياسية واقتصادية وثقافية متعددة تأسست تقليديا ثم تراكمت وتطورت باستمرار على مدار عقود على أساس الاحترام المتبادل والتواصل الحضاري والثقافي والمصالح المشتركة وفي هذا السياق فقد شهدت مباحثاتنا اليوم تناول سبل تحقيق النقلة النوعية المأمولة في الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة المقبلة من خلال تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية في إطار الرؤية التنموية المصرية وعلى رأسها الطاقة والطاقة النظيفة وأمن الغذاء والتحول الرقمي والنقل الكهربائي والزراعة والرأي الحديثان وتصنيع اللقاحات فضل عليها تشجيع الشركات الأوروبية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر والتعاون السلاسي بين مصر والاتحاد الأوروبي مع شركائنا في القارة الإفريقية واسمحوا لي معالي رئيسة المفوضية بأن أرحب في هذه المناسبة بقرب اعتماد وسيق الأولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027 والتي تعتبر إطاراً تموحاً توفقنا عليه معنا لتعزيز وتعميق علاقات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال السنوات القادمة ننضع الأساس لنقلة هائلة في التنسيق المؤسسي بين الجانبين على كافة مسارات التعاون وفي مختلف القطاعات وبما حقق الفائدة المشتركة للجانبين قد شهدت مباحثتنا اليوم تركيزاً خاصاً على سبب التعزيز ودعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي حيث اتفقنا على أهمية إرساء دعائم شراكة استراتيجية بين الجانبين في هذا المجال الحيوي لمستقبل التنمية وعلى التعاون في مجال الدعم الفني والتمويل والاستثمارات لتطوير البنية التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة كما تطرق لقاؤنا اليوم كذلك إلى تنسيقين المشترك اتصالاً بجهود الدولية لمواجهة تحدي ظهر التغير والمناخ حيث أطلعت السيدة رئيسة المفوضية على آخر استعدادات مصر التنظيمية والموضوعية لاستضافة قمة المناخ العالمية كاب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر القادم والتي تلقت رؤانا في أنها تمثل فرصة سمينة على المجتمع الدولي العمل بجدية لاختنامها من أجل التوافق على خطوات تنفيذية ملموسة على كافة محاور عمل المناخ الدولي وبما يعطي دفعة قوية ومطلوبة بشدة حالياً للجهود الدولية لمواجهة ظهر التغير والمناخ باعتبارها تحدياً مشتركاً يواجهنا جميعاً كأسر إنسانية واحدة السيدة رئيسة المفوضية لعلكم تتفقون معي على أن المجتمع الدولي يمر بظرف دقيق يتطلب من كافة الأطراف إعمال الحكمة وتغليب لغة الحوار البناء لحل الخلافات والتغلب على التحديات المشتركة وفي هذا الإطار فقد حرصت على أن تتناول مباحثاتنا البناء اليوم معكم عدداً من القضايا الحيوية ذات الاهتمام المشترك على المستوين الدولي والإقليمي حيث تبادل وجهات النظر حول مظاهر الأزمة الاقتصادية الدولية الحالية وعلى الأخص فيما يتعلق بأمن الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة ولقد تبادلت وجهات النظر مع السيدة فوندرلين حول أبرز التحديات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية الدولية الحالية واستعرضت الإجراءات التي اتخذت الدولة المصرية للحفاظ على المكتسبات الصعبة التي تحققت بجهود وتضحيات غالية من المصريين خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي ثم في مواجهة أزمة جياحة كورونا من بعدها ولقد توافقنا على ضرورة العمل من أجل تنصيق الجهود الدولية مع كافة الشركاء لتخفيف أثر أزمة الغذاء الدولية خاصة على الدول الأكثر تضروراً من تداعيتها وعلى أهمية تقديم الدعم الفني والمالي لمساعدة هذه الدول في التعامل مع ارتفاع أسعار الحبوب والسلع الغذائية الزراعية فضلاً عن تميل المشروعات المتعلقة بالزراعة وتطوير التكنولوجيا الزراعية بما يسهم في زيادة الانتاجية وتحقيق الاكتفاء الزادي ولقد حلست كذلك خلال المباحثات على إطلاع رئيسة المفاوضية على الرؤية المصرية حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك في جوارنا الإقليمي واستعراض التحركات المصرية الدقوبة لاستعادة الاستقرار وحل الأزمات في منطقتنا وكذا على ما تحقق بالنجاحات على صعيد ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلاً عن الموقف الحالي فيما يتعلق بقضية سد النهضة مؤكداً في هذا الصدد حرس مصر على التوصل لاتفاق ملزم قانوناً يحقق مصالح كل الأطراف وقد اتفقنا على استمرار التنسيق مع الاتحاد الأوروبي اتصالاً بهذه الملفات الحاوية كما تناولت الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة باتجاه هدفها الأسمى وهو تعزيز ظروف العيش الكريم لمواطنيها وعلى أرصيها مشروعات التعمية الاقتصادية الكبرى والمبادرات الاجتماعية الشاملة لتحسين جودة الحياة على أرض مصر ولأهلها وإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإلسان والتي تتضمن رؤية طموحة واختواض يجرى العمل على تنفيذها لتعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف انطلاقاً من إيماننا باهمية تناول حقوق الإنسان من خلال منظور شامل على جانب آخر فقد تناولت مباحثتنا اليوم الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية حيث أوضحت عناصر رؤياتي نتجاه الأزمة وجذورها وتداعيتها مؤكداً على مواقف مصر المبدئية التي تتبسك بضرورة تغليب لغة الحوار والحلول السلمية وبذل الجهود الصادقة من أجل تحقيق ذلك معالي رئيسة المفاوضية للتحاد الأوروبي أرحب بك مجدداً طيفة عزيزة على مصر وأشكركم على مباحثاتنا المسمرة اليوم وأتطلع إلى مواصلة الحوار البناء والتنصيق المستمر بيننا اتصالاً بكافة محاور عملنا على تعزيز وتعميق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي على نحو أن يفتح لهذه الشراكة آفاقاً مستقبلية رحبة للتعاون والتكامن شكراً نا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك ومشاركة في كيرو ومتحدثنا ما نقوم باستخدام ومتحدثنا لدينا جيدة هناك مباشرة ومع المساعدة من أجلنا مجتمع بالتأكد هكذا ومتحدثنا ومح تحديث أجلنا ومتحدثنا لدينا هناك بعض المهمة هناك الكبير يقوم بفعل فمواصل الاتجانب والعادة لتتعجب الى حجب الى حجب الى الإعجاب كثيرا المهمة التي يEntدد تظهب ه the intense cooperation we have, and they are reflected in the joint statement that is being prepared for the Association Council that is upcoming in the next days, and it reflects the width and the depth of our cooperation. We can see that Ukraine could be the most responsible for the peace in the world before the war. And now we have a difficult time for the war. And we need to make sure that all the efforts can be made by the peace in the future of the peace in the world, and the peace in the future. وأن نكفل إمداد الحبوب للعالم ولكن الآن يتم تعطيل الحبوب وهي معلقة الآن في البحر الأسود وقد رأينا أن أسعار الغذاء قد تتعظم وتتزايد في العديد من البلدان 80% من الاستيراد القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا وهذا يتعلق بأمن الغذاء أن أزمة أمن الغذاء وأسعار الغذاء هي أزمة حقيقية ودعني أؤكد اليوم أنني أقف إلى جانبكم فيما يتعلق بهذا الموضوع وأننا سوف نوفر إغاثة فورية بأكثر من 100 مليون دولار لمصر من أجل تأمين الموقف لأمن الغذاء ونأمل أن هذا سوف يعمل على تعزيز مخزون الحبوب وكذلك تعزيز الأعمال في العالم ولكن هذا على المدى القصير فقط وأننا قد نقشنا بشكل مكسف على المستوى المتوسط والبعيد تعزيز وتجديد الإنتاج الغذاء المحلي لذا فإن الاتحاد الأوروبي مهتم للغاية في الاستثمار في إنتاج الغذاء محليا وسوف نكرس ثلاثة مليار يورو للزراعة وبرامج التصحاح والمياه على مدار الأعوام القادمة هنا في المنطقة وهذه الاستثمارات سوف تدعم أنظمة الغذاء في منطقتكم وفي مناطق أخرى وهكذا يمكن أن نناقش مع كيفية تطوير الحلول والتكنولوجيا التي تفي بهذا الغرض هنا في مصر لدينا كذلك التكنولوجيا الخاصة الدقيقة من أجل الفلاحة وكذكرتم التحول الرقمي وتغير المناخ وهذا أمر مهم للغاية إننا هنا في المنطقة في إنتاج الغذاء قد تحسن وتزايد وهذا الاعتماد على المناطق الأخرى سوف ينخفض ومع مرور الوقت هذا سوف يكفل الجودة السابتة للغذاء وهذه هي المصلحة المشتركة التي نعمل عليها تأتي مصر في جوهر هذه النقلة التي سوف تتحقق وأنني أتطلع كثيرا سيدي الرئيس للعمل على هذا الأمر وكذلك الحجد معنى استجابة دولية واسعة وأعتقد بمناقشة هذا فمن المهم أننا هنا نقف معنى على المستوى العالمي لإدارة أزمة أمنى الغذاء وأن نجد حلولا عادلة للجميع وأن نتطلع إلى توزيع الحبوب على سبيل المثال عالميا وأننا نؤكد بحق على البلدان ذات الهشاشة التي تعتمد يوميا على هذا الأمر في غذاء وهذا أمر لا بد من دعمه وأن نحقق تضامنا بشأنه ونتناوله معا وبالطبع فأننا كذلك نعمل على توسيع تعاوننا في مجال الطاقة فمن المعروف أن حرب روسيا ضد أوكرانيا قد عرضت نحن في أوروبا على اعتمدنا على الوقود الأحفوري في روسيا ونريد التخلص من هذا الاعتماد عليها وأن ننوع ننوع اعتمدنا على موردين آخرين يمكن الوصوق بهم ومصر هي شريك موصوق به بالنسبة لنا وقد نقشنا أهمية واثقة لإمداد الطاقة بقدر الإمكان وتوسيع هذا النطاق وأننا هنا اتخذنا بعض الخطوات ووقعنا مذكرة تفاهم هذا الصباح لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر ثم تسييل الغاز هنا ثم نقله إلى الاتحاد الأوروبي وهذه خطوة عملاقة إلى الأمام لإمداد الطاقة والغاز إلى أوروبا وكذلك مهمة بالنسبة لمصر لكي تصبح مركزا للطاقة في الإقليم من المهم بالنسبة لنا أيضا أن نتطلع إلى الأشكال الجديدة للطاقة وبالطبع هي الطاقات المتجددة وهنا يقدر بالقول أنكم في موقف محزوز للغاية أستتوافر لكم الموارد المطلوبة للطاقة المتجددة بوفر الشمس والريح هذه هي مصادر الطاقة للمستقبل وسوف يكون الطاقة كبيراً عليهم لذا فمن مصلحتنا أن نتباحث ونكتشف سوياً كيفية وضع البنية التحتية والتكنولوجيا المطلوبة التي تلائم الطاقة المتجددة على سبيل المثال نعملها على إنتاج الهايدروجين وهي تأثير على خطة جيدة للغاية ونتطلع على إطلاقها في كب 27 في شرم الشيخ وهذا بالطبع يعود إلى نقطة كب 27 في شرم الشيخ مصر لديها الإمكانات لكي تكون رائدة في مجال الطاقة إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها ولذا فإننا نعرف جميعاً أن بلدكم ستلعب دوراً محورياً في كب 27 لكي تبقي المجتمع الدولي على تحقيق أهداف المناخ وكذلك أهداف التحقيق الطاقة النظيفة وما يلزمها مرة أخرى سيد الرئيس اسمح لي أن أشكر سيادتكم على الترحيب هنا فإننا لا نناقش فقط مدى ضخامة الموضوعات ولكن مدى التوسع في هذا الموضوعات شكراً جزيلاً